قلت كل حلقة بنحاول كده نقول لحضراتكو أنه في بعض العادات والسلوكيات اللي كلنا أو بعضنا يعني أو معظمنا ممكن يكون بيعملها بدون ما يعي خطورة بعض هذه السلوكيات دراسة عملت بتتكلم عن أو بتتعلق بغسيل الوجه بالذات في الصباح أو المفتسحة طبعاً بتدخل الحمام بتخسل وشك والدراسات الجلدية الحديثة تكلمت عن خطورة وضع المواد الكيميائية المختلفة على البشرة وقالت أن هي بتجرد البشرة من الزيوت الطبيعية اللي البشرة أصلاً بتفرزها وبتكون مفيدة للجلد بالذات الجلد اللي عند منطقة الوجه ودي بتؤدي إلى جفاف البشرة لما بتستخدم المواد الكيميائية على وشك بتؤدي إلى جفاف البشرة وبتعرض البشرة للجفاف والتشقق في بعض الأحيان عشان كده الأطباء بيحذروا من وضع هذه المواد اللي بتبقى هما بيبقوا يعني اللي بتحط أو البنت اللي بتستخدم هذه المواد بتبقى الهدف أن هي تحافظ على بشرتها لكن أحياناً بتجيب نتائج عكسية كمان مؤسسة الجلد البريطانية كانت بتتكلم على خطورة استخدام أو غسل الوش بالمية شديدة السخونة الزيب بقى وإحنا في فصل الشتاء والجو بيبقى برد قوي فبتبقى حيزة مية سخنة فالمؤسسة دي مؤسسة الجلد البريطانية بتتكلم على أنه ده خطر جداً على البشرة وممكن أن هو يتلف الجلد أصلاً وممكن أن هو يسبب إحمرار ويجفف الجلد ويعني نصحت الدراسات دي باستخدام المياه الفاترة عند غسيل الواجهة يعني طبعاً ما تفصليش بماية ساقعة برضو لكن المياه الفاترة عايزة أقول لحضراتكو كمان بالمناسبة أنه في حشرة بتعيش على وجه الإنسان اسمها الديمودكس الحشرة دي مفيش منها أي خطورة ما بنشعرش أصلاً بوجودها ملهاش أي أعراض يعني هي مش خطيرة أصلاً هي دي طبيعية ربنا خلاقها على وشنا علشان تمتص المواد الدهنية أو الزيوت الزيادة على بشرتنا لكن في بعض الأحيان بتزيد هذه الحشرة أو كمياتها على الوجه في حالات مثلاً زي ضعف المناعة أو نقص المناعة وبالتالي البشرة بتتعرض للجفاف لكنها طبيعية جداً موجودة على وشناك كلنا ما بنحسش بيها ولا ليها أي خطورة بتفضل على وشنا الحاد يعني إن شاء الله كده ما نسلم روحنا كلنا لربنا لكنها حشرة مش ضار خلص أو تقلق أو لا تخافوا إن في حشرة على وشنا بالمناسبة ليها 8 رجول كده لو عملتوا عليها سيرج هتشوفوا شكلها شكلها أكيد مش حل ولكن أنتو مش هتشوفوها في الحقيقة طبعاً ترجمة نانسي قنقر